اشتركوا في القناة قد ارمضتهم هذه الحرب الطويلة التي حملوا عناءها وقاسوا لأواها سبعة اشهر لم تدع لهم اخضر ولا يابس فتسللوا من مكة لواذا ثم تسلقوا هذه الجلميد التي انتشرت عليها جيوش امية الغازية فاستسلموا اليها واخذوا منها لانفسهم امانا ثم كانوا عونا لها وجندا فيها وفريق اقاموا على الولاء لابن الزبير يذكرون من مات من اهليهم فيغصون بالماء حزنا والما ويذكرون من فر من اخوانهم فيوارون وجوههم حياء وخجلا ثم انهم ينتظرون الموت بين كل لحظة واختها ويعيشون خائفين في مقام ابراهيم بين قوسين ومن دخله كان امنى والقى الليل غلاء له السود على هذه المدينة التي عضتها الحرب بنابها واصابتها باوصابها فباتت تتنفس السعداء من شدة يوم قاس عبوس تحالفت فيه طبيعة الجو وقسوة القلوب على حرب هذه البلد الحرام فلم يكن ينجو من حجارة المنجنيق الا شر الصواعق ملاحظة شري البرق شرا اي لمع وتتابع لمعانه فكأن الطبيعة قد شمرت عن ساقها للقتال فهي ترمي المهاجمين والمدافعين والامنين من صواعقها ورجومها بشواض من نار تصيب به الدور والمنازل فتدعها قاعا صفصفا كأن لم تغنى بالامس والحجاج ما ينفك مجالدا مقارعا يقذف باحجار منجنيقه وجنادله بيت الله فيهدم جدران بيت الله ويرمي بيوت الناس فيهلك من بقي فيها من اشياخ عجز لا قبل لهم بالحرب وأهوالها وأطفال براء لا يد لهم في جرائرها وأوزارها فيختلط عويلهم وصراخهم بهزيم الرعود وزئير الرياح ثم تضيع هذه الموسيقى المروعة في جلبة الانهدام ويخفي الغبار الثائر حول المنازل المهدودة هذا المشهد المرعب لحظة من زمان ثم ينجلي فإذا التراب قد حوا كل شيء وإذا المدينة العامرة المقدسة مقبرة من المقابر وامتد درواق الليل وصفت السماء وأطل البدر ونامت الحرب وكانت الحرب يومئذ طفلة لم تستكمل شراستها ولم تنم أنيابها ولم يستطر شرها بين قوسين كما استطار اليوم فغدت لا تنام ولا تنيم وكان في نفوس المتحاربين شرف ووفاء فاستراحوا وأراحوا ونام هؤلاء الأبطال المدافعون نوم الأسد في آجامها كما نام هذا الجيش الجرار الذي امتد زحفه حتى بلغ أبواب الحرم سكن الليل وعم شوارع مكة المقفرة الخالية بين قوسين حيث كان جيش ابن الزبير يروح ويغضو بطبوله وراياته فطوت كف الردى راياته وطبوله وهذه الأوعار الصم التي انتشر عليها جيش الحجاج بكبريائه وعنفوانه ملاحظة أوعار جمع وعر بكسر العين وسكونها وهو المكان المرتفع والمقصود بالأوعار هنا جبال مكة نعود للسياق عمها كلها صمت عميق وهدوء شامل فلا تسمع في ثانياه إلا صيحة حارس يتنقل شبحه خلال السواد أو صرخة جريح معذب ثم يعود السكون نامت العيون واستسلم المتحاربون إلى سبات أعمى وأراق القمر عذوبته وهدوءه على هذه الجبال فبدت جميلة فاتنة فجفى فراشه سيد الموقف وبطل الجيوش المظفرة وقائدها وانسل في خفية كي لا يشعر حرسه وأعوانه فجلس على باب الفسطات يتأمل هذه السماء الصافية ويحدق في النجوم المتوقدة المتلألئة فتفتح عليه باب الذكرى فيلج منه إلى سالفات أيامه فيعيش فيها وينسم أريجها وحملته هذه النجوم إلى ذكرى بعيدة فأحس بأنها عزيزة عليه محببة إليه فطفق يتأمل صورة تلك الليلة التي قضاها في الصحراء وحيدا فريدا قد هجر بلده وحياته ليقدم على بلد لا يعرفه وحياة لا عهد له بها ويستعيد خواطره التي كانت تعتلج في نفسه وذهب إلى أبعد من ذلك فذكر أيامه في تلك الأعالي الباذقة حين كان معلما لصبيان الطائف وأمانيه التي لم يكن يأنس إلا إليها والتي يحاول أبدا أن يستشف خيالها من وراء حجاب الغيب واستمرأ بقايا تلك اللذة التي أحس بها وهو خارج من دار بين قوسين مستشار الدولة روح بن زنباع وقد قلده شارة الشرطة فكانت عنده أكبر من شارة الخلافة أين ذلك الشرطي من قائد الخميس العرمرم؟ ملاحظة الخميس هو الجيش والعرمرم صفة للجيش أي الشديد الكثير نستكمل السياق أين ذلك الشرطي من قائد الخميس العرمرم الذي ترك جنات الشام الألفاف وسهوله الفيح والفيح جمع أفيح وفياح وهو كل موضع واسع وأبى أن يقطف ثمرة النصر وأزهار المجد إلا من جلاميد مكة وصخورها فأما بزحفه رؤوس الجبال ثم هبط نحو مكة يستذري براية الظفر حتى امتد بزحفه هذا والذي كان يحسبه مجيدا إلى أبواب الحرم وألقى نظرة القائد الشاب بن السبع والعشرين على الحرم فرأى الكعبة وقد أضاءها القمر بشعاعه الكابي فبدت مهدمة مصدعة الجدران رهيبة فراعه ذلك وأخافه وعراه ارتجاف شديد هز كيانه كله فعاف ذكرياته وأعرض عن المجد والأماني ولم يبق في فكره إلا صورة بيت الله المهدم تظل ماثلة له بعد أن أغمض عينيه عنها فيحس بأنها تثقل على قلبه حتى لتكاد تسحقه سحقا ويكبر هذا الذي أقدم عليه وتملأ نفسه خشية الله فيندم ويشتد به الندم ثم يذكر وعده الذي وعده الخليفة أن يقضي على ابن الزبير ويعيد إلى الدولة سلامتها ووحدتها ويشعره جلال هذه الغاية وسموها الصدغار ما أتى ويذهب يلتمس لنفسه المعاذير أليست وحدة المسلمين وسلامة دولتهم دعامة حياتهم ورأس دينهم الذي قام على توحيد الخالق ووحدة المؤمنين أليس ضمان هذه الوحدة من واجبات الخليفة وما ذنبه هو إذا أمره عبد الملك بضرب الكعبة لتحقيق الوحدة وما هو إلا جندي في طاعة عبد الملك بل ما ذنب عبد الملك وهو أمير المؤمنين المسؤول عن مصالح المسلمين وسلامة دولتهم أيدع المملكة شطرين يعبث فيها المفسدون ويهلكها الخلف وأي جسم يعيش إذا انقسم قسمين وغدا قطعتين أوليس على عبد الملك أن ينقذ المسلمين من هذا الخلاف ولو دفع ثمنه حياة ابن الزبير وسلامة حصونه وقلاعه فما ذنب عبد الملك إذا اتخذ ابن الزبير بيت الله حصنا له واحتم به واستغل حرمته أمن حق البيت الحرام على عبد الملك أن يدعه آمنا في ظله يدعي ملكا وينشر راية ويتخذ جيشا فالتقي في مشعر الحج ملكان مسلمان ورايتان وجيشان ويأبى الله والإسلام إلا راية واحدة لجيش واحد يسيره خليفة واحد أولم يكن أخلق بابن الزبير لو جنب بيت الله أو حال الدنيا وأو دار المطامع وخرج بجيشه إلى الحل وانطلق القائد الشاب يفكر في ابن الزبير وعبد الملك ويعود به الفكر إلى رحلته الأولى يوم صافح سمعه للمرة الأولى اسم ابن الزبير فإذا هو اسم ضخم مجلجل وإذا هو ينطوي على السيادة والظفر والملك الواسع الذي يضلل ثلاثة أرباع البلاد الإسلامية وإذا اسم عبد الملك ضاو هزيل فما زال هذا يضخم ويعظم وما فتئ ذاك يهزل ويضئل حتى انتزع عبد الملك الذي كان قابعا في زاوية قصره في الشام ينتظر أن يغلبه عليه ابن الزبير انتزع العراقيين والحجاز ونزل عبد الله في قرارة داره ودارة ملكه أليس هذا دليلا قاطعا على أن ابن مروان أحق بالخلافة من ابن الزبير وأقدر عليها وأولى بها؟ وأفلذت منه نظرة فوقعت على الكعبة فأعادت صورتها الرهبة إلى صدره وأحست بوجل شديد فذكر تهيبه الإقبال عليها إذ كانت مثابة الأمن ودار السلام منذ الزمان الذي يضيع أوله في طفولة البشرية وذكر كيف فزع جنده وأحجمه فشد من عزائمهم وهون الأمر عليهم وكيف عبست السماء وبصرت حين شرعوا بتسديد الرماية إلى صدر الكعبة وألقت برجومها وصواعقها فقتلت منهم مقتلة فارتدوا وامتنعوا وظنوا أن الله مهلكهم كما أهلك الأمم من قبلهم فانصدعت قلوبهم وطارت نفوسهم شعاعا فقام فيهم يطمئنهم ويهدئهم أنا ابن تهامة وهذه صواعقها ملاحظة هذه الجملة من التاريخ فلا تخافوا ولا تراعوا سنة الله التي لا تبديل لها وقوانينه في كونه لا تغيرها أمور البشر ولا تبدلها حوادث الأرض وما قيمة جند الشام حتى يدعى الفلك من أجلهم سيرة وتخرج الطبيعة عن سننها وتخالف طريقها وانطلق يحدثهم حديث رسول الله ومعلم العالم حين استأثر الله بابنه إبراهيم فكسفت الشمس فظلوا أنها كسفت لموته فنبأهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسفان الموت أحد ولا لحياته فاطمأن الجند وعادوا إلى تسديد الرماية وضرب الكعبة فعادت السماء إلى زمجرتها وزئيرها وانقضت صواعقها ولكنها أصابت من جند الزبير مثل ما أصابت من عسكر الشام فأمن الجند وأقبلوا يوالون قذف الحجارة إنه لم يضرب الكعبة على أنها بيت الله ولكن ضربها على أنها قلعة من قلاع بن الزبير ولم يقدم مكة فاتحا ولكن قدمها حاجا محرما وحج بالناس ولكنه لم يطف ولم يكن له إلا الوحدة الإسلامية غاية فهو يعلم أن المسلمين كرجل واحد فأي رجل هذا الذي له رأسان ولقد نهاه فقيه العصر وإمامه عبد الله بن عمر أن يضرب الكعبة فيؤذي الطائفين بها ويعطل مناسك الحج وشدد عليه في النهي فأطاع وامتنع وترك الناس وحجهم حتى إذا استكملوا مناسكهم وفرغوا من عبادتهم نادى فيهم بالرحيل إلى بلدانهم وعاد يحارب بن الزبير وسكن الحجاج إلى هذه النتيجة التي انتهى إليها واقتنع بأنه لم يأتي منكرا ملاحظة هذه حجته لنفسه والحق أن الحجاج من الظلمة المعتدين ولم يكن من أمراء الخير ولا من أهل الصلاح نعود لسياقنا فعاد يتأمل هذه النجوم الصافية وهو عازم على بناء الكعبة وسد هذا الخرق الذي خرقه وإصلاح ما أفسدته الحرب وراح يحدق في القمم الشاهقة التي تلوح له عن بعد ذائبة أعاليها في الشعاع الفاتن الذي يسيل من صفحة القمر فذكرته كرة أخرى بيته ومدرسته وقريته الصغيرة فأحس كأن قلبه ينازعه إلى أيامه التي سلخهن فيها سلاما أيتها الأرض الضائعة في طريق السماء لقد وفيت لك بنذري فقدت إليك المجد ووهبت لاسمك الظفر وخرجت منك معلم صبيان ولكني عدت إليك قائد الجيش العرامرم فثبت اسمك على صفحات البطولة فلا يذكر التاريخ عودة الوحدة الإسلامية إلا ذكر معها الطائف ثم استغرق في تأمل عميق في تلك الساعة كانت تهدف في طرقات مكة الخالية عجوز طويلة لا تبالي هذا الظلام الثقيل الذي يحف بها لأن عينيها المنطفئتين قد ألفت هذا الظلام منذ أمد طويل وكانت تأم منزلا من هذه المنازل المغفرة فتمضي إليه قدما كأنما هي قد ألفت طريقة وحفظته بذاكرة قدميها لكثرة ما تتردد عليه في الصباح والمساء فهي تتخطى هذه الأنقاض وتدور حول الجدر لم تقف حتى غيبتها مداخل المنزل المهجور فقبعت في زاوية من زواياه جامدة لا تتحرك ولا تهمس كأنما هي بعض أثاثه القديم الهرم الذي تركه أصحابه زهدا فيه وجعلت تجيل عينيها الهامدتين في أرجاء عالم مجهول فيبدو لها مترعا بالألوان الفتانة زاخرا بالصور البارعة فلا تمل التحديق فيه والتجوال في أرجائه تفتش عن هذه الفتاة التي عرفتها في سالفات أيامها فلا تلبث أن تجتلي خيالها فتطمئن إليها وتجد فيه صبابة نفسها وبلغة أمانيها وترى هذه الفتاة وقد أهديت إلى بعلها الذي خلاكسه من المال ولكن نفسه فاضت بالحب فشاركته حبه وفقره وأقامت من نفسها أنيسا لنفسه وخادما لبيته وسائسا لفرسه تلتقط لها النوى ثم تدقه وهي سعيدة هانئة تعيش لبيتها وزوجها الذي تنهل السعادة من نظراته وكلماته وتقتبس الهناءة من حبه وإخلاصه فاستراح قلبها إلى هذا الخيال الذي ترى وشعرت كأن دم الشباب قد عاد يجري في عروقها بحرارته وتوثبه وفورانه وأحست بالنور قد عاد يضيء في عينيها فاستقرت على شفتيها بسمة عريضة تغط صورتها على جبينها المجعد فأومض فيه بارق من السعادة خاطف ورجع إلى وجنتيها ظل من حمرة الشباب الآفل حتى لو أن إنسانا رأاها في تلك الساعة لما رأى عجوزا شمطاء عمياء ولكن فتاة في السابعة عشرة ونفضت عنها العجوز غبار السنين المئة وانطلقت تعيش في بقايا ليلة من ليالي زواجها الحافلة بالغرام والنبل والسعادة فتصغى إلى أغاني الحب تم بعث همسا من فم ذلك الزوج وتذوق بين ثناياها حلاوة كلماته وتبالغ في التخيل فتمد يدها تعانقه وتخفي وجهها في صدره وتلقي برأسها على قلبه الكبير الخافق الذي يصفق أبدا للحب والمجد والإيمان ولكن برودة الحجر الذي ألقت عليه رأسها أطفأت جذوة أحلامها وردتها إلى حاضرها فإذا هو ينشر أكفان الموت على مصراتها ومباهج حياتها الماضية فتنسى كيف استقادت إليها السعادة كاملة على يد هذا الزوج الذي تبعته الدنيا حين تبع دين محمد صلى الله عليه وسلم فغدا يحمل على ألف فرس في سبيل الله ملاحظة أن يهبها ويحمل عليها فقراء المجاهدين بعد أن كان ماله كله فرسا تعلفها زوجه النوى وتغيب صور هذا الماضي في الليل السرمدي الذي غمر حياتها وأترعها بالآلام والأوجاع فتمنت لو أنها ماتت وهي بنت الخليفة العبقري الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه في أمته ووقف وحده حين كانت الردة في وجه الناس كلهم وساق المرتدين عن دين محمد ليقاتلوا في الشام والعراق تحت راية محمد أو لو ماتت وهي زوج البطل الذي ملأ حياته بطولة وشرفا ومجدا ثم ذهب فمات في ساحة الشرف والبطولة والمجد أو لو ماتت وهي أم الخليفة الذي عانت له الحجاز والجزيرة والعراق وخراسان وكاد يدخل دمشق مظفرا منصورا ثم ضاع منه كل شيء حتى كادت أمية تدخل عليه مكة مظفرة منصورة واستيأست من طلوع الفجر الذي يزيح ظلمة هذا الليل فانطلقت تناجي الموت وتدعوه بأحب الأسماء وأجملها وأذكرها الموت أحبتها الذين طواهم في أحشائه فاشتهت قرب الأحبة وكان من أقوى رغباتها في هذه الليلة أن تقف على قبر أبيها الذي يجاور أشرف بقعة في ملكوت الله الواسع في الغرفة الصغيرة التي بنيت من الحجر والطين وسعف النخل في العشايا الأولى لاستقرار الإسلام في يثرب فكانت مقر أختها الصغيرة أحب زوجات الرسول إليه وأفضل أمهات المؤمنين وعالمة النساء ومعلمة الرجال ثم كانت مهبط الوحي وصلة الأرض بالسماء ثم كانت دار الحكومة فيها نظمت خطط الحروب وأعدت قوانين المجتمع وعقدت مجالس الشورى ومنها خرجت الكتب إلى شيرويه ملك الفرس كسرى شاه شاه وهيراقليوس قاهرة كسرى وسيد الدنيا في عصره بين قوسين ثم خرجت الجيوش لتمحو ملك شاه شاه وتخلف سيد الدنيا في أرضه وتعود بأسلابه وفيها عاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته حتى إذا مات دفن فيها ثم أغلق بابها لا إلى سنة ولا إلى عشر ولكن إلى يوم القيامة وكان من أمتع أمانها هذه الليلة أن تقف على قبر زوجها الماثل في آخر البادية في الزاوية التي تلتقي فيها بادية العرب بسواد العراق ملاحظة أي على قبر الزبير وهو في قرية الزبير القائمة في مكان البصرة القديمة ولما كنت أدرس في ثانوية البصرة سنة 1936 كانت تبعد عنها 30 كيلو نعود للسياق في الزاوية التي تلتقي فيها بادية العرب بسواد العراق ببساتين العجم بالبحر فتجدد بزيارته عهد الماضي وكانت تتناهى إليها بين كل آوينة وأخرى صرخة من صرخات الحراس أو أنة من أنات الجرحة فتردها إلى وعيها فتتأمل هذه الشعاعة الواحدة التي بقيت لها من شمس حياتها الآفلة ابنها عبدالله الذي تجد فيه عبق غرامها بزوجها وعطر الأمجاد التي عاشت فيها والمعارك النبيلة التي شهدتها وتذكر فيه تاريخا طويلا تلتقي حوادثه الكبيرة في هذا التاريخ الصغير الذي تحفظه لابنها وتنقلها الذكرى إلى هذا التاريخ فإذا هي في دنيا قريش وقريش في حيرة وقلق وقد خابت وفشلت في رد هذا السيل الآتي بأكفها الضعيفة ورأت الإسلام ينتشر ويمتد ولا يثبت شيء أمامه فأتمرت بالنبي تقتله ولكنها لم تجده في بيته ولا تعلم أين هو لا يعلم أين هو إلا رجل في مكة وامرأة أما الرجل فعلي وأما المرأة فأسماء يا لروعة هذه الذكريات لقد كانت في بيتها تعد اللحم لتحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قوسين فإن رسول الله يعجبه اللحم وإذا بالملأ من قريش يدخلون عليها وهم يرعدون ويبرقون يزهون بكبريائهم الفارغة وعنفوانهم المزيف وثيابهم الزاهية فقال لها أبو جهل بلهجة حاول أن يجعلها فخمة نبيلة ولكنها جاءت أقرب إلى التصنع والإضحاك أين أبوكي؟ قالت وما يدريني أين أبي؟ لا أعلم فلم يترفع هذا السيد الذي عجز عن رد محمد عن أن يرفع يده على امرأة لقد لطمها لطمة أطارت قرطها ومدت العجوز يدها تتلمس أذنها على غير شعور منها ومست بيدها بطنها فقد كانت يومئذ حاملا يا لبطولة هذا السيد القرشي الذي يضرب امرأة حاملا ثم استدار المشهد فإذا هي قد انطلقت من دنيا قريش الضيقة المحصورة إلى دنيا محمد الواسعة الفسيحة لقد هاجرت تقطع الصحاري والقفار حتى أشرفت على نخيل المدينة فوقفت على هذه الجنان الطاهرة التي أسس فيها أول مسجد بني على تقوى فسمعت وحدها هذا النشيد العلوي الذي أصغط إليه الدنيا كلها من بعد والذي يتردد اليوم خمس مرات في كل نهار تتجاوب به المنابر في كافة أرجاء الأرض وهناك وسط هذا النشيد الذي يتألف من كلمتين اثنتين لم تعرف ألسنة البشر أكثر منهما هديرا وأشد في النفس تأثيرا هما الله أكبر صاح البشير أن أول مولود في الإسلام قد استهل فانشرحت به صدور المسلمين حتى كأن كل واحد منهم كان أباه وأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبارك عليه ودعا له وتمثلت عبد الله وهو صبي يبايع رسول الله يبتسم له ابتسامة تفيض بالحب والرضا ورأته وقد شب حتى صار يلعب مع الصبيان في الطرقات وإنه لفي لعبه وإذا بعمر القوي المهيب يمر ففر الصبية ويتوارون ويبقى عبد الله واقفا سأله عمر لما لم تفر كما فروا؟ قال ولما أفر؟ وما أنت ظالم فأخشى ظلمك ولا أنا مذنب فأرهب عدلك فيعجب به عمر ويكبر جرأته وبلاغته ثم تبصره وقد على مكانه واستعلن أمره وضخم سلطانه فانقادت إليه الأمان طيعة وتبعته الدنيا خاضعة ثم انهار هذا كله وراحت العجوز تحدق بعيني هلتين حرمتان نور في أفق مجهول وتفكر في غير وعي فقادها الفكر إلى دنيا تحبها وتألفها فإذا هي ترى كرة ثانية بداية هذا الصباح الذي غمر الدنيا ضوءه وغسلت أنواره الأرض من أرجاس ليل طويل ماتت في ظلامه الفضائل والمثل وتفكر في قوة هذه الرسالة التي انتصرت على العالم كله ثم ترى حاضرها الممطف تشجي وتتألم ما أسرع ما نسي الناس هذه المبادئ وأجدبت نفوسهم منها وهذه أصلاد حراء وهذه جلاميد ثور لا تزال مخصبة مخضرة أفتكون هذه الحجارة وهذه الجلاميد أوفى وأحفظ من قلوب البشر؟ وإذا نسي الناس أفلا تذكرهم هذه الجبال الشاهقة التي شهدت عزلة محمد وإيواءه إليها ليالي بطولها يفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ويفتش وراء مظاهر الكون عن مبدع الكون ثم شهدت منبثق الوحي وأشرق عليها فأضاء جنادلها وصخورها قبل أن تصطع أنواره في السهول والقرى وسمعته وآمنت به قبل أن تسمعه هذه المدائن العظيمة المنثورة في الأرض من حول الكعبة ومثلت لها الكعبة المهدمة فها لها أن يعبث المسلمون بحرمة الكعبة وهي التي كان المشركون على جهالتهم وكفرهم أكثر لها إجلالا وأشد احتراما وصبت سخطها على ابنها وعلى الأمويين جميعا أيستحلون البلد الحرام في الشهر الحرام وينسون مبادئ الرسول ولما يمضي على وفاته إلا 63 سنة وينقضون عرى الأخوة بينهم ويقاتل بعضهم بعضا في بطن مكة ولما؟ أولم يبقى في الأرض ظالمون ولا طغاط يقاتلونهم أينفض المسلمون أيديهم من هذا الإرث العظيم ويهملونه حتى يبدو في عيونهم مجدبا وهو الذي بلغ من خصبه أن أترع أيام البشرية الماضية بالحياة وهو كفيل بأن يغمر أيامها الباقيات حياة وفضيلة ومجدا وآلمها ضياع هذه المبادئ أكثر مما آلمها خذلان ابنها وضياع عرشه بل هي قد نسيت ابنها ونسيت هذا الملك الذي رتع في بحبوحته تسعة أعوام جاء يتجرع الآن مرارتها ونسيت ماضيها الآفل بل لقد نسيت نفسها وذهبت تفكر فيما هو أعز عليها من حاضرها وماضيها وابنها ونفسها في هذا المبدأ الذي أخلصت له إنه لا ينتصر هذا المبدأ وعلى الأمة واليان يصطرعان ويقتتلان فلا بد من ذهاب أحدهما فإذا لم يذهب عبد الملك فليكن ابنها هو الذي يذهب ولتشتري حياة الأمة بحياة ابنها وكان عزما خطيرا وكانت فكرة هائلة يرتجف لها أقوى القلوب ولكن قلب أسماء الذي يحمل قصته من الإرث الأخلاقي الذي صهرته شمس هذه البلاد في الأولوف المؤلفة من السنين وأنضجه الإسلام وهذبه لم يرتجف ولم يخف كان همها أن تستريح هذه البلاد المقدسة ليلة آمنة إثر نهار مليء بالخطوب لتستيقظ مع الفجر قوية نشيطة فتفئ إلى ظلال وحدة هانئة تستجم فيها وتفرغ لنفسها لتفرغ من بعد لأعدائها ولكن العجوز غفلت لحظة عن عواطفها التي خنقتها في صدرها فانطلقت صارخة صاخبة فتصورت العجوز نفسها بعد عبد الله فلم تطق أن تتصور وعادت إليها أنوثتها فعظم عليها أن تفرط بولدها الحبيب وهي على عتبة الموت وعادت تعرض ذكرياته منذ كان طفلا إلى أن غدا شيخا فتحس أن أمانيها كلها تختصرها ساعة تضم فيها ابنها إلى صدرها ثم تنسى نفسها وهي بين ذراعيه حتى تسلم الروح إنه حياتها وهو كل شيء لها وراحت تبكي بعينيها المنطفئتين بكاء موجعا وفي تلك الساعة كان في الحرم طائفة من الناس تحت علم منصوب في ظل الكعبة أولئك هم بقية هذا الجيش اللجب الذي كان منتشرا بين أقصى خراسان والبحر الأحمر وهذا هو العلم الذي خفق على هذه البلدان تسعة أعوام كاملات وليس أروع من الجيش القوي الظافر الذي يسد منافذ الفضاء ويحجب الشمس وتعنو له الشوام خراسيات وتميد بثقله الأرض إلا هذه الحفنة من الرجال الأشداء الصابرين الذين تخيرتهم شجاعتهم وعبقريتهم فكانوا بقية السيف وطرائد الموت ثم آثر الموت أمجادا على الاستسلام والهوان وتلك هي حال هذه الطائفة من الناس وكان في الجمع شيخ مستند إلى جدار الكعبة تومض شعوره البيض في شعاع القمر يفكر أو هو يبدو كالمفكر على حين يتجرع مرارة خيبة قاتلة ويحس من حوله زمهريرا باردا فكان بحاجة إلى صدر دافئ يقبس من حرارته الحياة والأمل ولقد كان شيخا في الثمانين ولكنه لا يزال حيال أمه ذلك الطفل الذي يتمرغ في أحضانها ثم يتجع فيها ويرفع وجهه الصغير إلى وجهها ويقطف بعينيه ثمرات الحب الحلوة من عينيها الوادعتين ويبعث أصابعه تعبث بوجهها وشعرها وملأت نفس هذا الشيخ صورة أمه فنسي اليوم العصيب وغفل عن تصور النصر الذي أفلت منه كما يفلط الطائر الجميل من قفصه ثم يغل في مسارب السماء ونسي خيبته التي جعلت حياته سوداء فارغة كظلام الليل ولم يعد يفكر إلا في هذه الصورة التي أعارته من بهائها وسموها جناحين طار بهما إلى أيامه الخوالي فتغلغل في رحابها الواسعة لم يبق له من صورة هذا الماضي العظيم من عالم أبي بكر والزبير إلا خط واحد ضعيف كاب يوشك أن تعد عليه الأيام فتمحوه اليوم أو غدا لم يبق إلا ذات النطاقين أمه أسماء العظيمة التي كانت تاريخا حيا وكانت الفضيلة المجسدة فانطلق إليها يودعها قبل أن يموت وكان الموت الشريف أجمل أمنية لهذا الشيخ البطل الذي خسر الملك والجيش ولكنه لم يخسر العبقرية ولا الشرف بيد أن هذا الشيخ يخشى أن يدعى هذه العجوز تحمل معها آلام الثكل والوحدة حتى تبلغ بها قبرها القريب فكيف السبيل إلى إكراهها على التسليم به والرضى بموته؟ وقام الشيخ من مجلسه يسلك هذه الطرق الموحشة التي سلكتها أمه في الهزيع الأول من هذا الليل فلم يقف في طريقه على الأطلال ولم يثره مشهد الملك الضائع لأن أفكاره كلها قد تعلقت بأمه فهو يجب أن يصل إليها فينضي مسرعا حتى إذا دنى من هذا المنزل المظلم الموحش تباطأ في سيره حتى إذا بلغ بابه تهيب الدخول إليه وأحس بالعجز عن مواجهتها بعزمه وهو الذي لم يحس العجز عن مقابلة الخاميس العرمرم ولم يشعر الضعف عند مجابهة الشدائد والخطوب فوقف وأطال الوقوف وتقاذفته الأفكار حتى أحس كأن رأسه خلية نحل كيف يمسك قلبه أن يتخاذل ويضعف أمام بكائها وتوسلها إليه أن يبقى أن يبقى إلى جانبها في أيامها الأخيرة كانت الأفكار تسترع في رأسه وهو هادئ ساكن لا يبدي حراكا قد تعلق بصره بهذه العجوز القابعة في الزاوية ينيرها شعاع ضئيل من أشعة القمر يسقط عليها من خروق السقف المتهدم وكانت أذنه مرهفة مائلة إليها فسمعها تردد اسمه في خفوت بلهجة يقطر منها الحب والشوق واليأس والحزن فلم يتمالك هذا الشيخ نفسه أنصاح أمي وألقى بنفسه بين ذراعيها فمرغ لحيته بوجهها وغابا معا في حلم ممتع النشوان ثم تنبهت العجوز وذكرت نذرها الذي نذرته للوحدة الإسلامية وعزمها الذي اعتزمته فخلصت عن عناقه برفق وقالت له ما جاء بك فحار في جوابها ولم يدري كيف يعلن عزمه على الموت ثم آثر أن يرى ما عندها وقال لها يا أمه قد خذلني الناس حتى ولدي وأهلي ولم يبق معي إلا اليسير من أصحابي ومن ليس عنده أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فما رأيك ملاحظة هذه الجملة من التاريخ قالت أهذا ما جئت لأجله أجشمت نفسك عناء المسير فوق أنقاض المدينة المقدسة التي هدمتها وتركتها أطلالا لتقول لي إنك جبنت وفقدت حمياتك وشجاعتك أجئت تحتمي بصدري من الموت الذي سقت إليه هذه الألوف المؤلفة من المسلمين أهذه هي خاتمتك يا ابن الزبير ويا من جده أبو بكر ويا من جده عبد المطلب ولم يكن عبد الله يتوقع أن يسمع منها ما سمع فطفق ينظر مجدوها يود أن يصيح من الفرح لأنها رضيت له بالموت في مع معاني المعركة وذلك أقصى ما يريد ولكنه لا يدري إلى أي تغاية ترمي فهو يكتم صيحته ويصمت قالت ما لك يا عبد الله أنسيت أمجاد أبيك الذي يجري دمه في عروقك تعال اقترب أحدثك بأمجاد أبيك في عشية من عشايا الإسلام الأولى خرج أبوك من بيته هذا فتنكب طريق الحرم حيث تمثل قريش بجباروتها وشركها وأما هذه الجبال القريبة يحمل في نفسه بهاء هذا الدين الجديد فهو يحب أن يفيئ إليه وأن يستمتع بعزلة هانئة فلم تكت تحتويه أعالي مكة حتى طرق أذنيه همس مرعب ارتجفت له أطلاعه واضطرب قلبه وأنساه غايته التي خرج من أجلها لقد سمع أن محمدا قتل وانطفأت هذه الشعلة التي أضاءها الله ليقبس منها العالم ضياء نهار دائم وجف هذا الينبوع ووقف الإسلام الذي جاء به للدنيا كلها عند هؤلاء النفر القلائل الذين أسلموا وكان أبوك يعلم أن قريشا التي قتلت محمدا ستمحو هؤلاء النفر وتبيدهم ولكن آباك لم يخف ولم يفر بل ثارت في نفسه حماسته وصرخ في عروقه دمه الذي يحمل مراث عصور طويلة من النبل والشرف وتوث بإيمانه في صدره وأشعره أنه يقدر بهذا الإيمان على العالم كله فسل أبوك سيفه ورجع يريد أن يثأر لمحمد فإذا محمد صلى الله عليه وسلم حي يبلغ دعوة ربه فكان أبوك أول من سل سيفه في سبيل الله فصطع من سيفه الوميض الأول لهذا الصباح الذي غمر الكون بالضياء الذي أشرق من سيوف المسلمين في بدر وهوازن والقادسية واليرموك ونهاوند أفلا يهز حماستك حديث أبيك؟ فلم يجب عبد الله وآثر أن يظل ساكتا فرجعت تقول يا أسفا لم يعد يثيرك حديث أبيك فلن أحدثك عن أمجاده فهل تثير حماستك شجاعة جدتك صفية بنت عبد المطلب؟ إنك تعرف حديثها وتروي خبرها من حسان بن ثابت في الحصن فهل أطفأت لذائذ الحياة لهيب الحماسة في صدرك؟ فأنت في حاجة إلى قبس تقتبسه من امرأة فبرقت عينا الشيخ واشتعلت النيران في عروقه ولكنه أزمع السكوت لتنضي العجوز في حديثها فآلمها أنه ساكت لا يجيب وحسبت سكوته جبنا وهلعا فراحت تبالغ في تحميسه قالت أخبرني أنسيت ذلك الدم الزكي الذي أهريق على عتبات المجد سرعان ما نسيت صورة مصعب ابن أبيك ذلك الذي عاف الشباب والمال والرفاهية وجفى عقيلتي قريش عائشة بنت طلحة وسكين بنت الحسين وذهب لي متشريفا مجيدا تحت راية الخليفة عبدالله بن الزبير إذا كنت تعلم أنك تدعو إلى باطل فلما فردت بهذه الأرواح هذه الألوف من الأرواح التي زهقت في سبيلك أكان جني هذه المعارك النبيلة أن يحمل الخليفة الذي مات هؤلاء كلهم تحت رايته ليزدان به موكب الحجاج ما كان جدك أبو بكر ولا كان أبوك الزبير جبانا ولا رعديدا أفتنتمي إلى هؤلاء الذين أطرعوا التاريخ بأحاديث المكارم ثم ترضى أن تساق وأنت شيخ أبيض اللحية إلى دمشق ليلعب بك صبيانها وليشير إليك بأصابعهم يقولون هذا الذي كان ولم يعد عبدالله يملك صبره فصرخ أماه كفى إنني جئت أودعك وألقى بنفسه بين ذراعيها فتحسسته فإذا هو بالدرع قالت أتخدعني يا عبدالله ما هذا صنع من يريد الموت وهذه الجمل أيضا من التاريخ قال ما لبسته إلا لأجلك وما لي به من حاجة ونزعه فألقاه ثم تملص من ذراعيها برفق أماه وداعا ولا تدعي الدعاء لي فوالله ما دعاني إلى الخروج إلا الغضب لله أن تستحلم حارمه وإني مقتول في يومي فلا يشتد حزنك وسلمي الأمر إلى الله فإن ابنك لم يتعمد إيثار منكر ولا عملا بفاحشة ولم يجز في حكم الله ولم يغضر في أمان ولم يتعمد ظلم مسلم أو معاهد ولم يبلغني ظلم من عمالي فرضيت به اللهم لا أقول هذا تزكية لنفسي ولكني أقوله تعزية لأمي وهذه الجمل من التاريخ وأسرع فخرج وأمه تدعو الله اللهم ارحم طول ذلك القيام في الليل الطويل وذلك النحيب والضمأ في هواجر مكة والمدينة وبره بأبيه وبيه اللهم إني قد سلمته لأمرك فيه ورضيت بما قضيت فأثبني ثواب الصابرين الشاكرين وسكتت العجوز ومدت يديها تتلمس عبد الله لتودعه الوداع الأخير فلما أحست أنه قد ذهب ثارت أحزانها دفعة واحدة وهوات على الأرض وسدل السطار يوم الثلاثاء السابع عشر من جماد الأولى سنة ثلاث وسبعين للهجرة على هذا الشاب الذي هجر مدرسته وصبيانه ونزل من الطائف وحيدا شريدا فمهدت له عبقريته السبيل لما كان يحسبه مجدا وعظما وأعاد إلى الأمة الإسلامية وحدتها وسلامتها وبنى في صرح أمجادها ركنا ضخما ما كان أعظمه وأزهاه لو لم يلطخ بدماء الأبرياء وعلى هذا الشيخ البطل الذي عاش مسلما شريفا ومات شريفا مسلما هذا الشيخ الذي سمت به نفسه حتى ضارع الخليفة في الشام ثم صارعه حتى سلبه ملكه وسلطانه ثم خسر كل ما ربح ولكنه مات أشرف ميتة وأمجدها فكان موته مغلوبا ظفرا بارعا ونصرا مؤزرا وهذه العجوز التي لم يعرف تاريخ بنات حواء من وقفت مثل موقفها أو ضحت مثل تضحيتها أو دانتها في نبلها وشار في نفسها وإخلاصها لوطنها ودينها رحمة الله على الجميع أرجو أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم وأعتذر على طول الحوار وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله